بس الحزب العربي الديمقراطي ومش الديمقراطي العربي بعتذر على ألبن الكلمات أستاذ عبداللطيف الوضع الآن هل تحول من الهدوء الحذر إلى عودة المعارك لأنه هيك تريد المعلومات على وكالات الأنباء أستاذ مالك نحن من مبارح يعني طلعت تصراحت أنا أنه نحن ضلينا الناطرين 72 ساعة وما دخلنا بالمعركة وتركنا الأمور للجيش اللبناني لا يحل وشفنا أمور التكفيري التكفيري اللي كفروا فيها الجيش وطلبوا فيها جيش لبناني حر واستهداف الجيش لبناني وسقوط شهيدان للجيش لبناني الله يرحمهم خولهم شهداء الوطن شهداء الواجب يعني ما بعرف اللي حصل مع الجيش لبناني هو ما حصل مع الجيش يعني ما بنعرف إذا هو جيش صهيوني ولا جيش لبناني شفنا أحراك مراكز للجيش لبناني نحن لما شفنا هيك وصار يسقط لنا جرحى وأول ما فتحت فتحت بيش هيئة لألنا يعني نحن ما تدخلنا لقنا من الأجر أنه نحن ندافع عن كرامتنا وعن أهلنا يعني نحن تمنيين عطائي في كامل مثل ما هي وحضرتك وحضرتك بتعرف بجبل محسن أنه نحن شارع بطرابلوس صحيح هذا ما استدعى قيادة الجيش أنه تقوم باتصالات مع الأستاذ رفعت عيد والتهديئة طيب بس هذه التهديئة كانت سارية مبارح أنتوا مبارح ما كنتوا عم تأوصوا ما كنتوا عم تطلق نار لأنه ليلة رابلوس كان عنيف جدا بالأمس أستاذ مالك حضرتك بتعرف أنه نحن إذا منعطي كلمة منكون عندها نحن التزمنا قرار التهديئة وطلبنا من مؤترنا ضبط النفس هلأ شو الوضع على الأرض عندكم؟ أنا بقلك مبارح من الساعة واحدة للساعة السبعة الصباح جبل محسن اتعرض لحوالي 70-80 قذيفة هون 60-82 وعمليات الكنز ما زالت مستمرة يعني نحن نبارح ساعة من 15 جريح وشهيد من الساعة واحدة للساعة 7 الصباح ونحن ما زلنا ملتزمين القرار عساس أننا كنا عاطين وقت بس عندي سؤال بهذه المعجوة بس قبل ما تكمل سؤال على قصة الالتزام بالتهديئة اللي عم يموتوا بالتباني عم يموتوا بنيران صديقة؟ لا 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 مش بنيران صديقة معاني أستاذ مالك أنت بتعرف أنت زايرة جبل محسن وزايرة باب التباني الجيش ما أنا موجود بباب التباني موجود بكثافة جبل محسن صحيح عند الخط الفاصل وإلى جهة جبل محسن لا لا بعلب جبل محسن عم أقول يعني وصولا إلى الخط الفاصل صحيح صحيح الرصاص اللي عم يطلع على جبل محسن عم يردع لي الجيش لبناني وليس على أهل جبل محسن عرفت كيف؟ الشغل الثاني نحن كنا عاطين للساعة 8 اليوم مستهدئة أعلق تم الاتصال بالأستاذ رفعط واتمنوا عليه أنه يتأجل الموعد نحن في عنا في عنا موقع في الساعة 12 نحن عايز يجتمع المجلس المكتب السياسي للحزب العربي نعم الساعة 12 وعد وقع هطلع صرح عنا بالمعطيات بانتظار لك إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب شكرا لألك السيزة عبداللطيف صالح على هذه المعلومات وبانتظار موقف الحزب العربي الديمقراطي من بدي وضح شغلي تفضل إذا في مجال تفضل بشكل سريع يعني معلش كان الأشدر بنائب الأم محمد عبداللطيف كباري اللي عم يجمع عنده قادة المحور معناته هو إليه يد بالموضوع كان الأشدر منه بدل ما يطلب من النيابة العامة توقف الأستاذ رفعط عيده سوقه إلى العدالة وحكم العدام فيه كان الأشدر فيه يطلع يقول نحن نحن كان لازم يطالب النيابة العامة العسكرية توقف اللي عتدوا على الجيش لبناني اللي هو الجيش الوطن بس هن كان توضيحهم بهذه الفكرة يا أستاذ عبداللطيف أستاذ عبداللطيف طراءتهم أستاذ عبداللطيف أستاذ عبداللطيف موضوعهم كان محصور بفكرة تهديد أمن طرابلس تهديد أمن مدينة أنه أستاذ رفعط قال أو نقل أنه هيك أستاذ مالك أستاذ مالك بدي أقل لك شغلي بدي أقل لك شغلي نحن لو منا معتبرين طرابلس مدينتنا وهي وهني أهلنا وكل شي نحن ما كلنا لتزامنا التهديق مع الجيش لبناني ونزلنا عند راكبة الجيش لبناني نعم هيضال أهلنا ونحن ما يعني إذا بينضام ونحن منضام أنا بقل لك شغلي معلش هلأ أهلنا بباب التباني هني ضحية مثل أهلنا بجبل محسن هلأ القرار ما بعله هلأ النواب ولا للزعمة ولا لحدان هلأ القرار بطرابلس للمجموعات التكفيرية المسلعة اللي هلبت من سوريا وجبط النصرة والجيش السوري الحار هلأ اللي عم يتصرفه هلأ بباب التباني بريئين كل البرق من اللي عم يحصل بطرابلس نعم شكرا لك السيد عبداللطيف صالح على هذه المعلومات بانتظار جواب الحزب العربي الديمقراطي الديمقراطي